قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن كبار قادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا أطلعوا وزير الدفاع سرغي شايقو على الوضع الحالي وخطط العمل وذكرت الوزارة في بيانا عبر تيليجرام اليوم أن الوزير عقد اجتماعا مع قادة العملية العسكرية ولم تحدد ما إذا كان الاجتماع قد عقد خلال الزيارة وأضافت الوزارة في بيانها أن شايقو أولى اهتماما خاصا لتهيئة جميع الظروف اللازمة للنشر الآمن للأفراد في الميدان وتنظيم الدعم الشامل للقوات وخاصة عمل الوحدات الطبية ووحدات الصفوف الخلفية